السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أمي ميون لتفسير الأحلام بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحباتي في الله يريد تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الجماع للزوجة في المنام عليم ميادول ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة لمرأة المتزوجة لو شافت إن زوجها يجامعها أو يناكحها في المنام ده بيدل على إيه ده وإن هي كانت سعيدة ده بيدل على إن زوج بر بها وبأولادها وبجميع من يحوطون بها في المنزل بأمر الله تعالى طب لو رأيت إن زوج بيجامعها من الضبر ده بيدل على إيه ده بيدل على إن زوج مخادع وضال وكذوب لها في بعض الأحوال الشخصية ليهم هما الاتنين طب إذا رأيت إن هو بيجامعها وكانت سعيدة ده بيدل على إيه ده بيدل على إن عندها استقرار في حياتها الأسرية وإن حياتها الأسرية مستقرة وسعيدة وجميلة بأمر الله تعالى وبيصدهم كمان الاطمئنان لأن هو هنا موفر لهم الاطمئنان والحب والرعاية لها والأولادها والزورياتها طب لو كانت رأيت إن كانت العلاقة الزوجية في المنام مضطربة ده بيدل على إيه ده بيدل على إن بيوجد بعض المشاحنات والمشاكل اللي بينهم والمشاكل الزوجية وعليهم إن هما يتوخوا الحذر من هذه المشاكل لأنها مشاكل كبيرة جدا طب لو رأيت إن هو يجامعها أمام الناس ده بيدل على إيه هنا بيدل على إن هما اللي اتنين سمعتهم طيبة بين الناس وليهم سيرة عطرة وطيبة وبينعمون بالسعادة والحب أمام الناس في الحياة العامة وحياتهم الشخصية ليهم هما اللي اتنين طب لو رأيت إن هو يجامعها أمام الناس ولكن هنا كانت شديدة الخجل ده بيدل على إيه ده بيدل على إن هنا زوج بيفشي أسرار زوجته في حياتها العامة وحياتها الخاصة وعليها بردك توخي الحذر من هذا الشخص طب لو رأيت إن زوجها يجامعها بس من الخلف هنا بيدل على إيه بيدل على إن هو لا يعطي ده تفسير آخر بردك ده إن هو لا يعطي الحق لأهله وما بيدلهاش الحق ولا بيدل حقوق الناس ولا بيدلهم الحقوق بتاعتهم ولا بيسترجح حقوقهم ولا بيساعد الآخرين ولا بيساعد زوجته ولا بيساعد أولاده وإن هو هنا زوج غير بار بهم تماماً وممكن كمان تفسير آخر يعني لو زوجها رأيت إن هو يجامعها من الخلف ده بردك في منامها ده بيدل على إن هو ممكن يفقد الكثير من أمواله أو إن هو هيواجه بعض المشاكل في عمله وعليه توخي الحذر من هذه الرؤية طيب لو رأيت المرأة الحامل إن زوجها بيجامعها ده بيدل على إيه؟ بردك هنا بيدل على حبه وساعدته ليها وإن هو مفرحان بحملها وإنه سعيد بيها جداً وبينعمه بالسعادة والحب ما بينهم وما بين بعضهم طيب لو رأيت إن هي يجامعها شخص آخر غير زوجها ده بيدل على إيه؟ هنا بيدل على إن زوجها هينعم بمنفعة كبيرة من الشخص اللي رأيته معها في المنام يعني لو هي رأيت في منامها إن فيه شخص آخر والشخص ده هي مثلاً عرفية وإن الشخص ده هو اللي بيناكحها ده دليل على إن زوجها هينتفع من هذا الشخص بمنفعة كثيرة جداً وكبيرة جداً وهينتفع منه بخير كبير ورزق كثير بأمر اللي هي تعالى والله أعلى وأعلم طيب لو رأى المرأة المتزوجة فيه منامها إن هي اللي بتناكح الزوج مثل الرجل تماماً ده دليل على إيه؟ ده دليل على إن هنا شخصيتها كمثل الرجل هي شخصيتها اللي هي شخصيتها شخصية قوية جداً وإن هي بتتعامل معه مثل الرجال بالزبط يعني وإن هي اللي بتقوله في حياتها هو اللي بيتنفذ واللي بتقوله في حياتها هو اللي بتعمله وهي اللي بتنفذه طيب دي آخر حاجة معنا لو إن الزوج هنا بقى لو إن الزوج شاف إن هو بيناكح زوجته المتوفية أو إن الزوجة بتراكد في منامها إنه بتناكح الزوج المتوفي هي إن الرؤية ديت غير محمودة وما بنحاولش إن إحنا نفسرها بس بنستكفي بيها إن بنقول إن الرؤية دي غير محمودة وعلى اللي يشوف الرؤية دي يكفل على كتفه ثلاث مرات ويستعز بالله من الشيطان الرجيم ومن هذا الحلم اللي هو رأي بشكركم جداً على حسن استماعكم ليا وأرجو المشاركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته